السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سنتعرف ان شاء الله في هذا الفيديو على كيفية تحويل الصور التي تضمن بعض النصوص إلى نص مكتوب والتعديل عليه في تانية فقط بدون تحميل أي تطبيق أحيانا كثيرا نجد بعض النصوص التي تتير إعجابنا ونريد أن نستغلها في بعض الاختبارات للمتعلمين أو يرسالها لبعض الأصدقاء لكن تكونوا على شكل صورة أو حكمة أو غير ذلك يعني نريد الاشتغال عليها لكنها تكون على شكل صورة وإذا أردنا إعادة كتابتها فيطلبوا منا ذلك وقتا كثيرا لذلك سوف نشغل على هذا التطبيق فهو جد سهل كما تلاحظون اسمه كيب يعني يكفي أن نكتوبه في جوجل في جوجل كيب ثم سنجد هذا البرنامج فهو من البرامج التابعة أو من الخدمات التي يقدمها جوجل جوجل كيب كما تلاحظون ثم نضغط عليه فهو يفتح بالإيميل الخاص بنا ثم نأتي إلى هنا إلى إضافة صورة ثم نقوم بتنزيل الصورة التي تتضمن النص الذي نريد الاشتغال عليه مثلا أنا عندي هذه الصورة بالفرنسية كما تلاحظون هذه الصورة الآن يتم تنزيلها هي هذه الصورة ثم نضغط على نقاط ثلاثة ثم نضغط على إضافة صورة ثم يتم تنزيل النص من الصورة كما تلاحظ hero اللقاء في السورة الأولى verb馬كي يتطلب تعليل .... بالإخ MK مع علاجه كما تلاحظ شخص يذهب곧 بسببير مع سちょっと بعد أ even هم المناسب Max meant يعني دائما نقوم بمراجعة يمكن أن تكون هناك أخطاء سوف نأتي إلى نص باللغة العربية نفس الطريقة نضغط هنا إضافة صورة ثم نختار مثلا هذا النص نظافة الحي ثم أفغغ يتم تنزيل نص حاليا يعني دون أن نقوم بإعادة كتابة النص يكفي أن نقوم بهذه الطريقة وننسخ النص في الورد أو البرويربوينت كما تلاحظون نص هو هذا ثم نضغط على النقاط الثلاثة أو نقوم بفتحه ثم نضغط على النقاط الثلاثة عفوا ثم يتم إضافة النص نضغط على النص كما تلاحظون سوف نقل النص نظافة الحي استيقظ فريد على صوت ضجيج في الحي فأطل من النافذة وقال مندهشا ما أكثر الناس في الشارع ماذا يحدث يا ابي الاب انه يوم البيئة سننظف هناك واحد سين وينظفها في وقت وجيش زدا تم تغيير الصورة الى النص بعد ذلك نقوم بنسخه ونضعه في الورد للاشتغال عليه هذه بعض النصوص صغيرة وبالاحرى نصوص طويلة التي تتطلب كتابتها وقت كبير جدا يعني هذه الطريقة نفعلها باش نشتغل على هذه الصور اللي تضم النصوص نقوم بالنسخ ونقوم بكتابة يعني بلا ما نعود نكتبوها يكفيك نديرها الطريقة والمراجعة ضرورية يعني غالبا قد لا تقع شي خطأ ثم كونترول في ونعمل على النص نقوم بالتعديل وبالتوفيق للجميع ان شاء الله نقوم بالتعديل نقوم بالتعديل نقوم بالتعديل نقوم بالتعديل